السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم وعملين ايه معاكو سارة من قناة مبخ سارة لو اقل المرة تشوفي القناة اشترك فيها وفعلي زر الجرس وما تنسيش بقى لايك حلو للفيديو النهاردة هنعمل بطريقة سهلة جدا وهيوفر علينا وقت كتير وحلو جدا في اللانش بوكس يلا بقى المكونات معي بولة ومعي تلات معالق من النجا ومعينا كوباية من الدقيق منخول طبعا ومعي نص كوباية مية وملح والتوابل بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل وتوابل فراخ وفلفل اسود هنزل اول حاجة بالدقيق وبعد كده اضيف النجا وهنزل بالتوابل بقى كلها هكتب لكم كل التوابل في صندوق الوصف واخر حاجة الملح بلا دي يا جماعة رهيبة وهضيف بقى اخر حاجة المية وبالوزك كده هقلب كويس قوي بصوا احنا عايزين القوام ده يكون تقيل كده ومعي طبعا البانيه ما قطعه بقى نصين زي ما انتو هتشوفوا دلوقتي بصوا ده الشكل يعني البانيه انتو بتشترون هتقطعوه نصين بالزبط عشان يكون شكل بالزبط طبعا البانيه مخصول كويس جدا بلمون وملح وزي الفل يعني هنقلب بقى الخليط ده كويس جدا عايز اقول لكم حاجة آآ بالنسبة للناس اللي شغالة الستة طبعا اللي شغالة ممكن تجيب كمية منه اتنين كيلو هيعمل لها ما شاء الله ستة اطباق يعني ستة وجبات هيكون جاهز معها في الدي فريزر يدوبك هتطلعو هتحمر على طول وهتعمل جنبه اي حاجة روز مكارونا اي حاجة هيكون سهل جدا عليها معي بقى كورن فليكس ده بقى الزر بتاع الستريبس بتاع بره ضربه كده نص ضربه هو ده بقى الزر اللون اللي بيبقى زي اطياب والمراعي هو الكورن فليكس وهضيف عليه بقسمات ناعم آآ انت ممكن تستخدمي اي نوع بقسمات عايزة جدا وبعد كده هضيف ربع معلقة بصل بودر وربع معلقة توم بودر ورشة من الملح وهنقلب الخليط ده كويس قوي وطبعا طلعت الستريبس بالتلاجة بعد ساعتين بصوا ما شاء الله خلاص كله ما شاء الله تتبل هيخد بقى كتعة من الستريبس وهضغط كده عليها بالطريقة دي ومعي بقى طبق فويل وعملا بستريتش راب وهروس عليها الستريبس بالطريقة دي هعمل واحدة تانية نضغط بقى عليها بالشكل ده بصوا بجد يعني انت ممكن تتعبي يوم واحد وترتاحي بقى بعد كده يعني عشر تيام ولا حاجة لو هتعملي كمية وخلاص كده خلصت كمية ما شاء الله الكيلو كيلو بني عملي تلت اطباق ما شاء الله ما شاء الله يعني اللهم بارك سهل جدا طبعا انا بغلفه بالستريتش راب بالطريقة دي وبشيله في الفريزر بس هنحمر مع بعد بقى الطبق ده بتطلعيه بقى قبل ما انت عايزة تستخدميه كده بنص ساعة وبتحمريه بيبقى سهل جدا زي مراعي وقطيوم طبعا انضف بكتير انت عاملا في البيت وعارف انت عاملا ايه يلا بقى نحمر مع بعض عايزة بقى تسع النار وهنزل بزيت وضروري جدا يكون الزيت غزير عشان ما يتحرقش مني طبعا بصوا بقى آآ يسخن بس ما ينفعش نحطه هو بارد لازم يسخن بصوا خلاص يعني هو ده بالشكل بتاعه وهنزل بالشكل الجميل ده ما شاء الله اول ما اعمل الشكل ده عارفي ان الزيت بتاعك سخن طبعا بس من السخن قوي يبقى سخن بالدرجة دي عشان لو سخن قوي هيتحرق مني ومش هيستوي فدي طبعا خطوة مهمة جدا لكل البنات الامامير اللي لسه طبعا بيتعلموا الطبخ آآ حاول ان انت تحطي بس خمس واحدات بس ما تكتريش طبعا وهنقلبه بالشكل ده اول ما يبدأ يلون هحضر بقى طبق ومنديل مبخ هو بياخد تقريبا تلات دقيق يعني بصوا ما شاء الله لوني وذهبي وجميل لوني ما شاء الله حلو جدا هنصفي بقى الباني بتاعنا على مناديل مبخ ما شاء الله جميل جميل بجد انضف واحلى من بره كتير هعمل طاصة تانية بسرعة بصدو اللون بتاعها برضو انا بقريكو بس اللون بتاع الطاصة التانية ما فيش فرق طبعا اكلت دي يا جماعة بجد السهل الممتنع يعني انت هتطلعي مديه فريزر هتعمليها جنب بطاطس تعملي ساندوتش للولاد هتعمليها جنب آآ رز وطحينة عادي جدا دي احلى اكلة بجد آآ مكارونا بجد اكلة طحفة ما شاء الله طبعا ممكن تعملي ساندوتشات بس هنقضيها نهاردة ساندوتشات آآ مع كابوتش بقى وطماطم وخيار لا لا بجد رهيبة ما شاء الله بصوا شكلها ولونها حلو جدا 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 او في اللانش بوكس بتبقى سهلة جدا هتحطي مسلا اربع قطع مع كايزر مسلا للطفل مع الفاكهة بتاعته بجد آآ وجبة حلوة متكاملة وانت عايزك تروح من الناس الجميلة اللي عندي اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه المرة الجاية حلو ولا حادق ولا عايزين منيو كده بالاكل بيوم كامل اتمنى يا ربي يكون الفيديو عجبكو ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته